انا خايف حني بجد خايف انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي ده انا بايت عايش في خوف دايم ملوش تفسير هتصدقيني لو قلتلك اني اني اوقات كتير بحس اني مش لوحدي بحس بحد معايا وبي رائبني وهيفركني من اركان الاوضة بركز معايا ومستني الوقت المناسب علشان يهجم علي انا بس ما حد بيهددني انه هيقتلني وهيقتل عيالي انا انا حاسس ان انهايتي قربت احيانا بيبقى لازم على الشخص انه يتدخل بنفسه في حل بعض المواضيع مش فضول منه على قد ما بيكون احساس بالمسئولية تجاه الاشخاص اللي بتكون متورطة في الموضوع ده وده كان الحال لما في يوم قررت انزل اروح لحرية فكرين حرية؟ طب فكريني انا مين؟ انا كريم علام موظف في قسم القدلة الجنائية التابع للمباحث الجنائية وحرية لو انتوا فكرين اتعرفت عليها في قضية من الاواضي واللي بتتميز به حرية هي ان عندها شفافية عالية بتقدر تحس بالحاجات الموراية بشكل غريب فخلينا اكمل لكم قررت انزل اروح لحرية واقناعها انها تخرج من البيت شوية اللي حبست نفسها فيه من ساعة وفاة صديقها من ايام الجامعة اللي اسمه تميم وفاته كان وقعها صعب عليها وكان له تأثير سلبي جدا عليها وده لانها انعزرت من بعدها عن الناس وحوطت نفسها بالشغل اللي كان مهرب ليها يعني من الحزن والصدمة لكن بعد محاولات كتير لأقناعها انها تنزل من البيت استسلمت في الاخر ووفقت اننا نتقابل في الكافيه اللي اصبح المكان المفضل لينا بعد كذا زيارة ليه مع بعض كان الصمت مغل في المكان حوالينا والوضع كان صعب علينا احنا الاتنين وانا ما كنتش عارف اقول ايه ولا اعمل ايه خفف من حدة الموقف ده ويطلعها شوية من الحزن اللي هي فيه كنت بدأت احس بالزنب من صمتي وقلت حلتي بعدما اقنعتها ان انا نخرج واقنعتها ان الخروج من البيت هيفرق معاها وهي دلوقتي باين عليها الحزن اكتر تقريبا لحد ما هي قطعت صمتنا اللي كان بدأ يخنقنا احنا الاتنين وقالت انا عارفة اني موترك بصمتي ده وحزني بس اتعطاها قبل ما اتكمل وانا بيهز راسي وقلت لها لا 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 انا اللي قاسف ان انا مش عارف هواسيك ازاي في الموقف ده وحاسس ان انا نزلتك على الفوضي سكت شوية قبل ما اكمل وقول لها طيب احكيلي عنه بسطلي في صمت الثواني وبعدين اخدت نفس عميق وقالت ما كنتش متخيلة انه هيجي اليوم اللي اسمع فيه خبر وفاته كان اكتر من اخي ليها واللي زود من قربنا كان سبب ان انا عرفته على اقرب صاحبة لي دارين حبوا بعضوا اتجاوزوا كنت فرحانة بيهم قوي كنت بمثابة عمه وخالة لولدهم مش عارفة اتخطى حقيقة انه خلاص مش هنتجمع تاني زي الاول في بيتهم ونفتكر ايام الجمعة مش عارفة اتخطى حزني علشان اقف جنب دارين في حزنها وابقى سند ليها والاولدها حسن اقللت الحيلة ومش عارفة اسعيدها ولا هون عليها كان كلامها كافيل انه يفكرها بذكريات كتير المفروض انها كانت سعيدة لكن كانت كافية انها تبكي بسببها كنتش عارفة اعمل ايه سعيدها انها تهدى وحاولت افكر في اي حاجة تتقالت واسيها غير الكلام المبتزل اللي دايما بيتقال في المواقف دي لكن كانت نتيجة محاولاتي الفشل ففكرت ان انا الاحسن ان انا ألتزم الصمت وديها المناديل وافتح لقزازة مية علشان تشرب وفعلا خدت المناديل ومسحت دموعها وشربت من المية شوية وهديت وكملت كلامها ودلوقتي بحاول ابيع لها الفيلا اللي كانوا قاعدين فيها لكن صمعت الفيلا مش مساعدة ان حد يشتريها ومش عارفة سواقها ازاي وهي عايزة تبيع الفيلا ليه بتقول ان الفيلا كانت سبب غير مباشر في وفاة تميم ظهرت علامات التعجب على وشي فقالت حرية بصوت واطي بتقول ان الفيلا مسكونة قلت لها انا مستغرب وانتي زورتيهم قبل كده فيها صح؟ فهمت حرية الغرض من سؤالي فردت والحيرة كانت باينة عليها ما هي قديل فكرة انا زورتهم من ساعة ما نقلوا للفيلا دي مرتين او تلاتة لكن ما حستش بحاجة ولا شفت حاجة انا معرفتش بحوار ان الفيلا مسكونة غير لما دارين حكتلي في العزة ان تميم من ساعة ما سكنوا فيها وهو بيشوف حاجات غريبة وانه ما بقاش متوازن نفسيا وفي اخر ايامه كان الموضوع زاد قوي لدرجة ان كان فيه شيخ شبه بيجي لهم كل يوم علشان يقرق قرآن في البيت ويرقيه لكن مع ذلك ما كانش بيحصل فرق ولما سألتها عن ليه بيقولوا انها مسكونة قارتلي ان اللي كانت ساكن قابليهم في الفيلا قاتل مراته وولاده من ساعتها وهي مش مصبوطة طب معلش حرية يعني هم كانوا عارفين انها مسكونة او يعني بيتقال عليها انها مسكونة لما اشتروها للأسف ايوة يا كريم ومعاني دارين عرضة الفكرة وكان فيه خناقات كتير ما بينهم بسبب الموضوع ده لكن تميم كان شايف ان كل اللي بيتقال ده تخريف وان سعرها لقطة فدلوقتي وبعد وفاته عايزة تخلص منها طب وانتي مش عارفة تسوئيها او تبعيها ليه تحب تشتري فيلا واحد قتل مراته وعياله فيها وبعديها واحد وقع من على السلم وراسه تكسرت ومات فيها برضو حسيت بغباوت سؤالي فهزيت راسي وانا بقول لها ما عندك حق حاولت ان انا فهمتاني فسألتها وانتي بعد كل ده برضو ومش حاسة بأي حاجة انا زي ما قلت حرية عندها شفافية عالية بتقدر تحس بالحاجات الموراية اللي حواليها فعلشان كده سألتها حزيت راسها بالنافي وهي بتأكد لي ان المرتين اللي راحتهم ما كانش فيه اي حاجة غريبة ولا حسيت بأي حاجة هراشت في راسي وانا بحاول افكر في تفسير للي بتقوله وقلت لها مش ممكن يكون من قوتهم او من قوة حضورهم خدعوكي وما بقيتش عارفة تحسي بيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد خيري وده برنامج الراوي حلقة مثيرة للجدل ومثيرة للانتباه جدا لانها من قسم الادلة الجنائية حلقة مستوحاة من احداث حقيقية ومن كتابة رولا امين ويلا بينا نكمل نشوف رد حرية على سؤال كريم يلا بينا بسط الحرية لسواني وهي بتفكر في كلامي لكن كانها رفضت ان عقلها وتفكيرها يتشغلوا باي حاجة تانية غير وفاة تميم والحزن اللي هي كانت فيه فرفعت ايديها وحركتها في الهواء كده وكانها بتهش الافكار وبتمنعها من انها تدخل دماغها وقالت لا 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 انا ما فيش حيل افكر في الحوار ده كتير انا كل اللي انا هعمله دلوقتي اني اشوف لها بيع علشان تخلص منها وحس ان انا ساعدتها باي شكل من الاشكال وفقتها على كلامها والحسن حظي بدأت بعديها تتكلم وتفتح مواضيع تانية كان مننا القعدة بنرغي في اي حاجة لحد ما خلصنا عادتنا وقمت علشان اوصلها كعادة نهاية اي خروجة لينا عده اسبوع بالروتيني المعتاد وما كانش فيه جديد بيحصل في اليوم بصحى الصبح انزل الشغل اقف القضايا اتصل بحرية اتطمن عليها واروح بعديها لحد ما جي يوم كنت قاعد فيه كاعاتي على اللابتوب بقلب فيه في موقع اخبار اليوم لحد ما واقع قدامي خبر شد انتباهي ارملت رجل الاعمال الشاب السيد تميم ردوان تطعن على وسيط زوجها المتوفة خدت بالي من اسم تميم ردوان ولايتني تلقائيا بمسك موبايلي وباتصل بحرية بقولك ايه هي صحبتك رفع قضية انت شفت خبر الطعن كان باين العصبية في صوت حرية وهي بتسألني اه لسه جاي قدامي اهو هي ليه صحبتك رفع قضية طعن على وصية جزء زادت العصبية في صوتها وهي بتقول لي انا مش عارفة ومش فهماها مش فهمة ازاي تعمل كده ازاي تشاكك في قوال عقلية كنت متخيل صعوبة الموقف بالنسبة لها ومقدر عصبيتها ولكن حاولت هديها علشان حاول افهم هي عرفت من صحبتها ليه عملت كده ولا لأ طيب كلمتيها تفهمي منها ايه الموضوع ايوه اول ما شفت الخبر كلمتها على طول قدت لي انها مرضيتش تقول لي علشان عارفة اني كنت هعرضها في الخطوة دي وهي كان لازم تخدها وترفع قضية طعن سكتت علشان تاخد نفس عميق محاولة منها انها تهدي نفسها قبل ما تكمل بنبرة اهدا من الاول لما اسألتها ليه الخطوة دي اساسا قدت لي ان تميم في اخر ايامه بسبب اللي بيحصل في الفيلا كان بدأ يخرف ويخاف من كل اللي حواليه كان بيقول ان هي والاولاد عاوزين يقتلوه وده خلا يروح للمحامي بتاعه ويعمل وصية وما يحطهاش فيها وده محدش اكتشفه غير بعد وفاته لما اتفاجه بالمحامي بيقولهم ان فيه وصية وانه مش سايب لها حاجة غريبة دي واضح ان تأثير اللي موجود في الفيلا قوي قوي لدرجة انه يخليه ياخد الخطوة دي اعترضت حرية على كلامي بس انا مش حاسة بحاجة يا كريم ما حستش بحاجة في الفيلا الموضوع كان فعلا غريب حضورهم في بيت تميم ودارين كان قوي كفاية انه يكون سبب في ان تميم يشوف حاجات ويمر بحاجات توصله لانه يقع من على السلم بالاضافة كمان لانه قبل ما يموت كان بيتها يقلوا انه فيه خطر من اللي حواليه لدرجة انه عمل وصية وما سبش لمراته حاجة لكن مع ذلك حرية ما شافتش ولا حست بحاجة في الفيلا كنت بحاول افكر في حل او تفسير اللي بيحصل فاسألتها طيب انت ناوية تعملي ايه دلوقتي المفروض هروح لحنين اخته لانها كلمتني من شوية بتشتكيلي من اللي دارين عملته وطلبت مني اوقف اي تسويق بعمله للفيلا لحد ما يشوفه موضوع الوصية ده هيخلص على ايه طيب لو فيه فرصة انك تروح الفيلا تاني روحي حاولي توصلي لحاجة وانت هناك تعرفك او تفهمك ايه اللي كان بيشوفه في اخر ايامه قفلت معاها بعد ما اتفقنا على خطوتها الجاية اللي هتعملها والموضوع كان محير جدا ايه اللي في البيت قوي للدرجة دي انه يعمل الشغب ده كله للعيلة دي ايه اللي وصل تميم انه يبقى خايف من اهل بيته ومراته لدرجة انه يعمل وصية اسئلة كتير بدأت تخزو عقلي لكن على غير العادة محركتش فضولي على قد محركت قلقي وخوفي على حرية وعلى اللي هي ممكن تواجهه في البيت ده حسيت من تاني اني قليل الحيلة واني قاعد مليش لازمة في المكتب مش عارف اسعيدها باي حاجة فقررت ان انا ادور اكتر عن تميم ردوان على امل اني قلاقي اي حاجة ممكن تساعد او تحل اي حاجة لكن للاسف وصلت الحيطة سد من الواضح انه ما كانش من الاشخاص اللي بتحب تظهر للعامة كتير فكان الوصول لاي معلومات خاصة من الاخبار او السوشيال ميديا عامة صعبة جدا ما كانش قدامي حاجة اعملها غير اني استنى اشوف حرية هتوصل لايه وادعي ان الموضوع ده يخلص على خير ولكن اللي انا ما كنتش متوقعه ابدا هو انه يكون ليا دور في الفيلم اللي بيحصل ده لما في يوم جات لي مكالمة من حرية وانا خارج من الشغل بتطلب مني اني اروح لها هي وصحبتها دارين في كافي جنب شغلي لانها محتجاني في موضوع ضروري سعيدة حسيت اني اخيرا هقدر اساعد حرية باي شكل من الاشكال فوفقت على طوله اتجهت للوكيشن اللي بعتته لي كان عده اسبوع على اخر مرة عرفت من حرية اي حاجة بخصوص الموضوع ده فكنت حاسس ان فضولي ماسك ديركسيون العربية معايا وبيدوس بنزين علشان اوصل اسرع واعرف اخر الاخبار واشوف هقدر اساعدهم ازاي بس وده اللي حصل انت رأيك نعمل ايه دلوقتي طبعا انا لو كان حد حلفلي ان الموضوع كان هيوصل لكده انا ما كنتش صدقت لكن زي ما قلت الموضوع كله كان قالب على فيلم مكسيكي فاكيد ما كنتش هتوقع ان حرية تطلب انها تقابلني هي ودارين علشان ياخدوا رأيي هيعملوا ايه بعد ما اخو تميمي الكبير الاستاذ زاهر قدم بلاغ باستخراج جسد اخوه تشريحها وده لانه شاكك ان الوفاة جنائية وتحديدا بيتهم دارين مراته بقتله وده بعد قضية الطعن بيومين بصراحة وشي كان كفيل انه يبين قد ايه انا مش مستوعب تغيير الاحداث ولا الكلام اللي انا لسه سمعه ولكن حاولت بسرعة ان انا امحي علامات التعجب دي عن وشي وافكر في اللي تقال علشان اشوف هرد بايه قلت لهم هو مفيش حاجة تتعامل حاليا غير ان محامي مدام دارين يقدم حاجة غياب مقنعة وانها ما كانتش موجودة في البيت ساعة الوفاة ونستنى نتيجة التشريح ردت مدام دارين مفيش حاجة تانية تتعامل طيب انا مش عايزة الموضوع يكبر مش عايزة اولادي يجي لهم خبر ان عمهم بيتهم امهم بقتل ابوهم بسكت حريق ديها وتبطبت عليها علشان تهديها الموقف برضو كان صعب ونوعا ما مؤلم لدارين وخصوصا لما حد من عيلة جزهة يكون شاكك فيها بالمنظر ده طيب حد يفهمني هو بيتهم حضرتك بقتله ايه السيناريو اللي هو شاكك فيه ردت حرية بدل من دارين اللي انهارت اكتر بعد سؤالي بيقول يا كريم انها كانت موجودة في البيت وقتها وحصل شجار ما بينهم وزقته من على السلم اتهامه كان محدد اوي ما كانش مجرد تخمين اللي حصل وده وكأنه متأكد من السيناريو اللي قدامه وبسبب كده ما كانش فيه حل للدفاع غير حجة الغياب ونتيجة التشريح للأسف يا مدام مفيش حل تاني يتعمل حاليا غير ده حجة غياب قوية جدا واننا نستنى نتيجة التشريح اللي هو طلبه بصت لي حرية وسألتني طيب والمحامي يجيب حاجة الغياب دي ازاي بصي هو المفروض ده شغله بقى بس عمتا بتبقى إثبات من المكان اللي كانت فيه انها كانت موجودة وقت ما كانت بتقول عن طريبة أشهرت شهود شافوها مثلا يعني يا مدام دارين ساعة وفاة أستاذ تميم حضرتك كنت فين لو تسمحيلي أسأل يعني مسح الدارين دموعها اللي كانت بدأت تتجمع في عينيها وردت يومها وديت الأولاد عند ماما وجيت هنا أنا وصحبتي علشان نشرب القهوة حتى كنا قاعدين على نفس الترابيزة دي شورت على الترابيزة اللي كنا قاعدين عليها فهزيت راسي بتفاهم وقلت لها يبقى المحامي بتاع حضرتك يجي يطلب من المكان ده فيديو من كاميرات المرأبة ويقدموا للنيابة أعتقد ده هيكون كافي بصت دارين بعيد شوية وكأنها بتفكر بعمق في حاجة بعدين بصتلي وهزت دماغها بتفاهم وشكرتني شكرا يا أستاذ كريم معلش جبناك بعد الشغل أكيد كنت تعبان ومحتاج تروح لا 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 ولا تعب ولا حاجة مدام دارين تحت أمرك خلصنا كلامه وعادتنا في الكافيه وقومنا كل واحد بقى راح لبيته وكان بقىنا على حرية إن الأحداث اللي بتحصل دي مش سهلة عليها ولا سهل إنها تشوف أقرب الناس ليها في المشاكل دي كانت قاعدة جنبي في العربية بصة من الشباك في صمت وفضلنا شوية على الحال ده لحد ما كسرت الصمت ده بإني سألتها صحيح ما حكتي ليش عملتي إيه لما روحتي لختي تميم الموضوع خلص على إيه اتعدلت حرية في مكانها بسرعة وكانها افتكرت حاجة مهمة لكنها قالتلي آه كنت عايز أحكي لك الموضوع بقى إنه كبير قوي يا كريم حصل إيه تاني ما حصلتش جديد بس اللحنين حكته لي ما يطمنش بعد ما خلصت المكالمة مع كريم نزلت وروحت البيت حنين حنين من ساعة العزة كان فيها حاجة غريبة ما كانتش طبيعية كنت فاكريا حزن على أخوها وتوأمها آه تميم وحنين توقع بس مش توقع متطابق ولكن حالتها ما اختلفتش لما شفتها تاني في بيتها بل سائت أكتر دخلنا وقعدنا وبدأ التحكيلي إحنا اتفاجئنا بعد الوفاة بيومين بمحامي العيلة الأستاذ صفون بيكلمنا وبيحدد معانا معاة فتح وصية الموضوع كان غريب علينا كلنا تميم مش من النوع اللي ممكن يعمل وصية ويحدد أملاكه هتتورس إزاي وبعد الوفاة كانت كل حاجة هتتورس حسب الشرع اتوقعنا أنه طالب في الوصية أننا نتبرع بجزء من فلوسه زي ما كان بيعمل لكن كان مستنينا مفاجأة في الوصية كان فعلا طالب أننا نتبرع بجزء من الفلوس لكن لكن كمان طالب مني أنا أكون الوصية على أولاده وفلوسهم لحد ما يتموا السن القانوني وبقيت فلوسه كانت متقسمة علي أنا وأخويا زاهر وماما وبابا أما دارين فما كانش ليها حاجة خالص غير شاقتهم القديمة طبعا مش محتاجة وصف لك صدمتنا كلنا وصدمة مراته بالذات وبدأت دارين تقول إن الوصية دي بطلة ومش صح وإن تميين كتابة وهو مش متزن عقليا وربطت بقى اللي كان بيحصل في بيتهم باللي مكتوب في الوصية وإن العفاريت اللي موجودة في البيت واللي كان بيشوفها خوفته منها وصورت له حاجات خلته يكتب الوصية ويشيلها منها صراحة يا حرية تميم في أواخر أيامه ما كانش في أفضل حالاته فعلا قطعتها غصب عني وأنا بسألها بنفاس صبر أيوة احكيلي بقى إيه اللي كان بيحصل معاه في أواخر أيامه وإيه قصة البيت المسكون اللي قاعدين فيه ده أنا عارفة طبعا إنه من قلة الزوء إن أنا أعطيعها بالشكل ده وإني أسألت سؤال فضولي كده في وقت زي ده لكن أنا كنت محتاجة أفهم كنت محتاجة أعرف إيه اللي حصل مع تميم قبل ما يموت إيه اللي موجود في البيت مستخب مني ومش عارفة أشوفه هزت حنين رأسها وهي بتقول لي أنا هحكيلك الموضوع بدأ لما نقلوا للفيلة الجديدة بتاعتهم دارين كانت معترضة عليها وبتقول إنها مسكونة وإنها ما كانتش مرتحالها لكن تميم ما سمعش كلامها وكان مبسوط بيها قوي ومبسوط بسعرها كان بيقول عليها لقطة وطبعا إحنا فرحنا بفرحاته ومحدش فكر قوي في كلام دارين لكن ندمنا على قرارنا ده بعده أسبوعين من نقلهم بدأ تميم يحصلوا حاجات غريبة وبقى بيتصرف بطريقة غريبة ما كانش بيأزي حد لكنه كان طول الوقت تاية بيدخل في نبات هلع وبيبدأ يصرخ وبيزحق كتير وبيزق أي حد بيحاول يقرب منه مراته وولاده ما سلموش برضو وبدأوا هم كمان يحسوا بحاجات غريبة في البيت مرة دارين جات لي الشقة وكانت منهارة حكيت لي أنها صحيت في ليلة على صريخ واحدة في البيت ولما طلعت تدور ما لقيتش حد لكن نقل تميم واقف في الصالة في الظلمة مديها ظهر وماسك سكينة المطبخ في إيده ما كانش بيتحرك ولا طالع منه أي صوت هو بس كان واقف فضلت ساعتها تنده عليه لكنه ما كانش بيدي أي رد فعل لحد ما فجأة وقعت السكينة من إيده على الأرض وهو لفه ومشي من جنبها ولا كأنه شايفها رجع تاني على قوضة النوم ونام على السرير طبعا هي فضلت صحية لتاني يوم لحد ما هو صحية علشان تسأله على اللي حصل لكنه ما كانش فاكر أي حاجة دارين كانت في حالة صعبة والوضع في البيت كان بيسوق كل مدى الاتنين في البيت كانوا خايفين من بعض هي كانت خايفة أنه يئذيها هي وولادهم وبتقول هيعمل زي الراجل اللي كان ساكن قبليهم اللي قتل مراته وولاده وانتحر وهو خايف منها ومن الولاد لسبب محدش فهمه وعرفه غيره كان دائما حاسس بالخوف من اللي حواليه ومننا كلنا ووقتها ما كانش فيه تفسير تاني قدامنا غير أن تاميم فيه حاجة والبيت ده فعلا مسكون زي ما بيقوله وكان لازم نتصرف دارين جابت شيخ يرقيهم ويرقي البيت قعد مع أخوي أول واحد والحق يتقال كان طبيعي جدا وما جتلوش نبات من النبات اللي كانت بتجيله دي والوضع كان بالمثل مع الباقي فالشيخ طلب أنهم يسيبوا البيت كم يوم وهو هيقرأ قرآن فيه بشكل منتظم ويتهره وكانت الخطة أنهم هيرجعوا شاقتهم القديمة لحد ما الدنيا تهدى ويرجعوا تاني للفلا لكن الغريب أن تاميم طلب مني أنه ييجي يقعد معايا بدل ما يروح مع أسرته للشقة مراته اعترضت لكنه كان مصر على قراره بيني وبهنك أنا فرحت أنه عايز يقعد معايا وبالفعل جيبات عندي يومين جوزي كان معترض على الفكرة في الأول علشان كان خايف على العيال منه وأنا هجمته على كلامه ده لكن جوزي مفضلش على رأيه ده كتير وده بسبب أنه لقى أنه تميم من ساعة ما جاء عندنا وهو بحالته الطبيعية اللي احنا عارفينها وحفظينها تحسي تميم فاء لما جاء قاعد معانا هنا لكن في ليلة صحيت الفجر علشان أشرب ميا سمعته بيعيط فقطه دخلت عليه وسألته ماله معتقدش هعرف أنسى كلام وساعتها أولا منظره وهو بيتكلم وقتها بصلي والدموع مغرقه وشه وقال لي أنا خايف يا حنين بجد خايف أنا مش أعرف إيه اللي بيحصل لي ده أنا بقيت عايش في خوف دايم مالوش تفسير شوية ببقى كويس وشوية بفقد السيطرة على جسمي وكاني محبوس في جسمي وفي حد تاني هو اللي بيتحكم فيها وأنا واقف بتفرج مش عارف أعمل حاجة مش عارف أوصف لك إزاي بس أنا كتير بحس أن حسة السمع عندي قوية جدا لدرجة أني بسمع كل حاجة بقيت بقيت أسمع الحاجات اللي بشوفها وكأنها بتكلمني وصلت إن أنا بسمع الحيوانات وبسمع الألوان بحس بيها بتكلمني وبتهددني الموضوع مش بيوقف عند اللي بسمعه بس الرؤية عندي ما بقيتش سابتة على حاجة أوقات نظري بيضعف وبشوف خيالات سودة بتتحرك قدامي وأوقات ببقى شايف كل حاجة كإني لابس عدسة مكبرة مخليهاني أشوف بوضوح لدرجة إن بشوف الأصوات بشوف بشوف الكلام بيتحرك من بقكم وبيجي ناحيتي وأوقات بحس إن في حاجة خارجة منكم جاية تهاجمني أنا هتصدقيني لو قلتلك إن إني أوقات كتير بحس إن مش لوحدي أو الله بحس بحد معايا بيرقبني واقف في ركن من أركان الأوضة ومركز معايا ومستني الوقت المناسب علشان يهجم علي بس ما حد بيهددني إنه هيقتلني ويقتل عيالي أنا 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 حاسس إن نهايتي قربت حاولت أتماسك قدام كلامه وهدي لكن ما كنتش عارفة يا حرية أخليه صدقني إزاي وأنا بقوله إن دي كلها أوهام وفترة وهتعدي إذا كان أنا نفسي مش بصدقة بعد الليلة دي الشيخ كلمنا وقال لنا إن البيت بقى تمام ويقدروا يرجعوا ويعودوا فيه تاني لكن ما كملوش يومين في البيت وحصل اللي حصل بدأت حس بالندم بعد ما طلبت من حنين إنها تحكيلي اللي حصل بسبب إنه يرها بعد ما خلصت كلام قرفت منها وضمتها الحضني وبدأت طفطب عليها بهدوء أنا نفسي ما قدرتش أتماسك وعيط فكرة إن حد عزيز عليك يمر بكل ده من غير ما أنت تعرف كان صعب علي دارين ما كانتش بتحكيلي حاجة ولا كنت أعرف حاجة عن المشاكل اللي بيمروا بيها الندم تجاه دارين وتمين بدأ يتملكني وأسئلت ماذا لو احتلت عقلي ماذا لو كنت اتصلت بيهم واتطمنت عليهم مش ممكن كنت أعرف أساعد طب وكنت أساعد إزاي وأنا دلوقتي مش عارف أشوف حاجة في البيت هل كنت وقتها هكون زي دلوقتي مش عارف أساعد بأكتر حاجة بعرف أقدم المساعدة بيها قطعت حبل أفكاري وجلدة ذاتي حنين وهي بتكمل كلامها وسط دمعها في حاجة كمان حصلت بس مش عارفة تفسيرها إيه إيه هي يا حنين بس خايفة تقولي علي بخرف أو بسبب حزني على أخوها كان باين التردد في صوتها في قطعتها وأكدت لها بصدقيني أنا آخر حد هيقول إنك بتخرفي شفتي حاجة بصيت لي حنين وحسيت إنها حست بالأمان إنها تحكيلي فقالت مش فكرة شفت حاجة بس أنا ليلة وفاته حلمت بحلم غريب قوي حلمت إن كنت في البيت عندهم والمكان كان كله ضلمة لحد ما فجأة نور ضرب في المكان والنور ده ساعدني أشوف تميم وهو واقف على أول السلم كده من فوق كان في حالة تواهان وهزيان الحالة اللي كان بيبقى فيها معظم الوقت في أواخر أيامه بدأت أندهله لكن صوتي ما كانش بيطلع لحد ما ظهر من وراء ظل أسود ظل أسود طويل واقف وراء لكن ما كانش حاسس بيه ما كانش بيعمل حاجة غير إنه واقف وراء بالشكل ده لكن أنا حس إنه ناوي التميم على شر فبدأت أحاول أندهله بصوت عالي وشاورله وصلت إن أنا كنت بزعق وبطنطط قدامه لكن لا حياته لمن تنادي ساعتها حسيت بالظل ده بيتحرك ما كنتش شايفة هو بيعمل إيه بس زي ما قلتلك أنا كنت متأكدة إنه هيئذيه وفجأة قمت من النوم مفزوعة بس كده ما حصلش حاجة تاني هزت حنين رأسها بالنفي وقالت مفيهش صحيت وكان جوايا إحساس قوي بإن في حاجة حصلت هل ده بسبب الصلة القوية اللي بين التوأم ما عرفش بس أنا كنت أحسى في قلبي إنه تميم مش كويس مسكت الموبايل واتصلت بدارين اللي تخضت باتصالي وإني إزاي عرفت إنها كانت لسه هتكلمني علشان تقولي الخبر ما حلمتيش بحاجة تانية من ساعتها لأ بس بس بيني وبينك أنا حسى به حسى به مش مرتاح أخويا مش مرتاح فتربته بعديها دارين اتصلت بحنين بتقول لها إن زاهر أخوهم عندها في البيت وعمل مشاكل فخدتها وروحنا لها علشان نلاقي زاهر في البيت بيتخانق معاها وبيتهمها إنها قتل التميم وانت عارف الباقي بقى كنت بسمع كلام حورية وأنا دماغي بتتميلي على آخرها شوية بشوية بتتميلي بقى نظريات كتير وأفكار عن الفيلم اللي أنا لسه عند رأيي إنه هو أسوأ فيلم مكسيكي ممكن يعدي على البشرية كلها وما كنتش أخد بالي إن أنا سرحان غير لما حورية نداهتلي كريم يا ابني أنت سمعني؟ آه آه معاك معلش سرحت شوية بتفكر في إيه؟ لا لا مش بفكر في حاجة أنا معاك أهو كملي كريم شكلك بيقول إنك بتفكر في حاجة مش عارف حورية في كذا حاجة كده بفكر فيها فعلا أقول لي طيب فيه إيه؟ ما كنتش عارف أقول لها أنا بفكر في إيه؟ أنا نفسي ما كنتش عارف أنا بفكر في إيه بالزبط دماغي بقى جواها عاصفة من الأفكار محتاج أعد مع نفسي ومع أفكار دي أرتبها وأهدي العاصفة دي شوية فشرحت لها إن أنا محتاج يومين بس وهقول لها عن اللي بفكر فيه وما كانش قدام حاجة غير إنها توافق وتأكد علي إن يقول لها عن اللي بيدور في بالي لما أعرف بالفعل عد يومين من ساعة ما شفت حورية وجيلي يوم اللي أنا عرفت فيه أخيراً أرتب أفكاري وأعرف إيه للمفروض يتعامل كنت مقدم على طلب أجازة يومها من الشغل لكن صحيت يومها بدري كعتي فطرت وشربت قهوتي واتصلت بدارين اللي كنت أخدت نمرتها لما قابلتها مع حورية علشان طبعاً لو وصلت الحاجة تساعدها كلمتها وطلبت إن يقابلها ووافقت على المقابلة وعزمتني إن يقابلها في البيت عندها قفلت معاها ومن غير أي تضيع للوقت أكتر من كده أخدت اللابتوب بتاعي واتجهت للفيلا بتاعتها ربع ساعة وكنت قدام الفيلا بخبط على الباب فتحيت للباب ورحبت بيا جداً دخلتني وقعدنا في الصالون علشان ماخدش من وقت حضرتك كتير بس كنت جاي بخصوص البلاغ اللي قدمه الأستاذ زاهر اللي بيتهم حضرتك فيه بقتل الأستاذ تميم بس ده موضوع شبهة حل الكشف المبدئي للجسة طلع وظهر إن مفيش علامات على جسمه تدل إن حد زق أو إن كان في حالة دفاع عن النفس ناقص بس إثبات إن أنا كنت برى البيت و أعطعت كلامها وأنا بخرج اللابتوب من شنطتي وبفتحه حطيته بعدها قدامها على الترابيزة وشغلت فيديو قربت من الفيديو علشان تشوف كويس ودقيقتين وقفت الفيديو وبصت لها وده اسمه إيه بقى؟ ده حجة غياب حضرتك مدام دارين أنا مليش دعوة بحياة حضرتك الشخصية أنا جاي علشان أنصح حضرتك إن الفيديو ده ممكن يكون مش في صالحك لو تقدم للنيابة أنا مكدبتش لما قلت إن كنت في الكافيه وقت وفاة تميم لكن ما كنتش حاب أقول إن كنت مع المحامي بتاعي وقلت إن كنت مع صاحبتي ودي تفصيلة مش هتفيد ولا هتضر حد وبعدين أنت جبت الفيديو ده إزاي؟ ده من كاميرات المرابة بتاعت الكافيه؟ آه وهو في محامي بيمسك إيد موكلة ويبوسها؟ ثانيا مش لازم حضرتك تعرفي أنا جبت الفيديو إزاي؟ دي حاجة تخصني أنا بين التوتر والقلق على دارين أكتر بلعت رئيها بصعوبة وهي بتحاول تفكر في مخرج من الموقف اللي هي فيه وبعدت بنظرها عني وقالت بتردد أنا هو الموضوع بس إني أطعت كلامها لأني مكنتش عايز مبررات ولا أسمع أي أعذار منها مش أنا اللي هبقى محتاج أسمع تبررها للموقف ده مادام دارين زي ما قلت لحضرتك أنا مش جاي هنا أتهمك بحاجة ولا ليا دعوة بحياتك الشخصية أنا جاي علشان أنهبهك إن موقفك قدام النيابة ممكن يسوق بسبب الفيديو ده وبنص حضرتك إنك تشوفي حاجة تانية تفيدك في إثبات عدم وجودك في الفيلا وقت وفاة جوزك خلصت كلامي وفضلنا اللحظات سكتين وبصين لبعض ما كنتش عارفة ترجم نظراتها ليا دي معناها إيه فضلت مسبتة نظرها علي وكأنها بتدرسني بتحاول تفهم أنا إيه اللي بيدور في بالي فضلت بصالي بعيون مليانة شك وتساؤل لحد ما فجأت غيرت ملامحها ونظرتها بصتلي بلطف وبابتسامة مش في موقعها خالص وقالت كده أو أستاذ كريم تنسيني أقدم لك حاجة كنت متفاجئ من التغيير ده خدني تغييرها كده على حين غرى وحاولت أرفض عرضها وأقول لها أنه مالوش داعي لكنها كانت تسرع مني قامت بسرعة وقفلت شاشة اللابتوب اللي كان قدامها خرجت من قوضة الصالون وهي بتقول بصوت عالي هجيب لك كباية عصير أنا اللي عملا بإيدي لسه حالا وكلم حرية خليها تيجي ونتغدى مع بعض النهاردة ومفيش لا شكرا أنت هتتغدى معانا غابت عن نظري وسبتني وأنا في حيرة من موقفها أنا مكنش متوقع ردة الفعل ده وكنت رسم سيناريو تاني خالص فمخي كنت مستنيها تنفعل وتتردني مثلا مش أنها تقوم تجيب لي عصير وتضيفني أو كمان تصر على أني أتغدى معاها هي وحرية ابتسمت على سازاجة ودرامية دماغي ومسكت الموبايل علشان أكلم حرية لكن ظهر قدامي على شاشة الموبايل إشعارين برسلتين محتواهم أقدر أوصفوا بأنه أنقص حياتي وكانوا كافلين أنهم يحددوا خطوتي اللي جاية رديت على رسالة منهم وحطت الموبايل على الترابيزة واستنيت دارين لحد ما جات بصينية فيها كوبايتين عصير بورتقان فرش حطت لي كوبايتي قدامي وقعدت مكانها بكوبايتها عصير بورتقان فرش إنما هيعجبك قوي دوق وقول لي رأيك بقى هزت رأسي بابتسامة خفيفة وأخدت الكوباية اتعدلت في قعدتي وسندت بظهري على ظهر الكرسي الفوتيل أنا كنت قاعد عليه ولحظت إن عناها ما نزلتش عني ولا عن الكوباية اللي في إيدي كانت مبتسمة نفس ابتسامتها اللطيفة وهي مستنياني أشرب لكني فضلت مساكها من غير ما أشرب منها وبدأت أتكلم وليلي يا دارين حطتيلي نفس الكمية اللي كنت بتحطيها لتميم جوزك ولا أكتر أعتقد أكتر أنت عايزة تخلاص مني على طول مش عايزة تخليني أتجنن بالبطيء اختفت الابتسامة من على وشها على طول أول ما خلصت كلامي وتبدلت بابتسامة سخرية ونظراتها اللطيفة الهادية اتحولت في ثواني لنظرات حية نظرات بردة نظرات شخص مش ناوي على خير أبدا قالتلي بسبات مرعب ما توقعتش إنك تبقى بالزكاء ده يا كريم أسأت تقدير زكائك لكن قولي عرفت إزاي بحكت على بجاحة موقفها وصراحتها حطيت الكوباية على الترابيزة وبصت لها طالما بينا بنتكلم على المكشوف وكشفتيلي ورائك اسمحيلي أنا كمان أكشف ورائي بصراحة دارين أنا مرتحت الكيش من قول ما شفتك بكلمك بصراحة يعني دموع التمسيح اللي ضحكت بيهم على حرية ما دخلوش عليا بس طبعا علشان إن بعض أظنني اسم فأنا سكت دماغي شوية وهدت شكوكي من ناحيتك وعملت نفسي مسدقك لكن سبحان الله معداش وقت كتير وتأكدت إنك مجرد حية خبيثة ومستنية اللي يكشف ألعبها بعد ما خلصت معاكي وخدت حرية علشان نروح حكتلي في الطريق عن زيارتها الحنين اللي حكت لحرية فيها عن اللي كان بيحصل مع تميم في أواخر أيامه ساعتها استوقفتني جملة بقيت أسمع الألوان وشوف الأصوات اللي كان بيقولها لها تميم مسكت موبايلي وفتحت رسالة من الرسالتين اللي كانوا سبب في مواجهتي ليها دلوقتي وقرتها لها بصوت عالي دكتور سمير هنا بيقول لي إن تحليل دم جوز حضرتك مبين جرعة كبيرة من عقار الألس دي عقار الهلوسة تحبي أرالك تأثير العقار ده على الإنسان بيبقى عامل إزاي ولا أنت أكيد على علم بيه وقال لي يا دكتورة مش أنت دكتورة صيدلانية برضو ولا أيه لأول مرة من ساعة ما بدأنا نتكلم يبان عليها المفاجأة والقلق كده لكن ده ما خدش سواني ورجعت تمسكت تاني ورجعت لسابتها المريب واللي أدهشني أنا إن ما كانش فيه أي إحساس بالندم باين عليها ولا على تصرفاتها وده اللي دفعني إني أسألها أنا مش مهتمة بحياتك الشخصية ولا بكل ده أنا اللي عايز أعرفه هو ليه ليه توصلي بني آدم كان بيحبك وعاشين مع بعضها حياة هادية إنه يتقال عليه إنه مجنون وتقتليه بالبطيء كده اتكسر سابتها بضحكة سخرية معارفتش تكتمها وبصتلي وقالت بيحبني وحياة هادية؟ لا ضحكتني بجد ومال إيه اللي كان بيحصل؟ تميم من ساعة ما خلفت بنتنا التانية شاهي وهو متغير معايا ما بقتش رقم واحد في حياته كل همه كان العيال والشغل وهيخرجهم فين وهيبسطهم إزاي؟ إنما أنا؟ خلاص بقيت مرمية في خلفية عيال وشغله وهنا ظهر كمال مش كده؟ كمال ظهر في أكتر وقت كنت محتاجة فيه كنت ضعيفة صقتي بنفسي قلت وبيت شبه مع دومها كنت عايز أحس بأنستي تاني وإني مرغوب فيها قابلته لما كنا راحين مكتب المحامي صفوان محامي العيلة علشان تميم كان بيخلص ورقة تبع شغله شفته وعجبني وكان واضح إن أنا كمان كنت عجباه ومن وقتها وبدأت ما بيننا علاقة كنا بنتقابل لما تميم بيبقى مسافر أو عند أهله كمال كان أحلى حاجة حصلتلي رجع لي إحساسي بنفسي وبجمالي لكن طبعا تميم استمر إنه يكون سبب تعستي وحزني رجع في يوم بدري من شغله واسمعني وأنا بكلم كمال في التليفون مش لازم أحكي لك تفاصيل اللي حصل أكيد أنت فاهم الموضوع انتهى أننا اتفقنا أني هفضل عيش معاه أو الولاد مش هيطلقني وهنكون قدامي الولاد عادي كأنه ما حصلش حاجة لكن هنكون زي الإخوات كرهته أكتر كرهته حبه للولاد وكرهته معاملته ليها كان بيعملني وكأني جاري عنده هو وعياله ما درت شمسك نفسي من الضحكة وقلت لها يا حرام تخوني وتدائم إن معاملته ليكي بكأتر خيره إنه مرمكيش في الشارع ساعتها أنفع للدارين من ردي وقالتلي وأنا كنت بصيت لحد تاني ليه؟ مش علشان هو اللي ما بقاش مهتم بيا ولا بقى بيحبني؟ مش علشان خلى حياته كلها شغله وعياله بس واطفلي أنا؟ كنت حاسس بالشمئزاز من ناحيتها ما كنتش متخيل إنها بالوقاحة والدناءة دي لكن مع ذلك بالنسبة لي ما كانش سبب كافي إنه خليها تعمل اللي عملته ده أنا مش فاهم برضو كان لازمته إيه عقار الـ LSD واللي أنت عملتيه ده كله؟ الـ B ما كفهوش معاملة الجواري والخدمين اللي كان بيعملها لي ده كمان اكتشفت إنه كتب وصية وشلني منها يعني أنت كنت عارفة؟ أكيد عارفة أنت ناسي إن كمال كان شغال في مكتب صفوان؟ حبيبي عارف يوصل للوصية ويجيب لي صورة منها وأردت فيها إنه طالب إن الهان مخته حنين تبقى هي الوصية على الولاد وفلوسهم وأنا مليش حاجة غير شائتنا الأديمة المعفنا مش حتى الفيلا دي وهو أنت مش كنت معترض على الفيلا؟ دحكت دارين تاني دحكتها اللي ما بقيتش طيقها وقالت وإنت صدقت ولا إيه؟ حد يكره الجمال ده؟ والكلام عن إن كان فيه واحد قتل مراته وعياله ده إيه؟ لأ دي كانت إشعاعات كده الناس بتحب تتكلم كتير بس ده كان في صالحنا علشان سعرها رخيص جدا على جمالها ده فاشتريناها بس طبعا بمعاملة تميم ليه والوصية ما كنتش حاسة إني صاحبة بيت ولا ليه حق في البيت من الأساس فكان لازم أتصرف وهنا جيه دور الاختراع العبقاري ده شورت على كبيتي اللي محطوطة على الترابيزة وكملت مع ما حصل بيني أنا وتميم عمره ما يعرف في قاوم العصاير بتاعتي كنت بسيب لكم بيت العصير بتاعته في المكتب بتاعه وفيها جرعة بسيطة من العقار ده وكل اللي كنت محتاجة أعمله بعد كده هو إني أبين خوفي واعتراضي عن إننا سكنين في الفيلا وقوله إنها مسكونة علشان أهله وهو نفسه يصدقوا إن تأثير العقار عليه ما هو إلا شغل عفريت وجن مع شوية عياط وحكايات من إن بصحب الليل بلاقي بيكلم نفسه أو إنه حاول يتهجم علي أنا والولاد وطبعا الشيخ اللي جيه عمله شوية حركات وإن الفيلا فعلا مسكونة وإن هو كمان ملبوس كنت متفقى معاه كل ده قدام الناس علشان يشوفوا قد إيه أنا عايشة في عذاب معاه وإنه ما بقاش على طبيعته حتى لما مات مات بسبب إنه ما شافش السلم ووقع من عليه كل ده هيكون في صالحي علشان لما الوصية تتفتح وارفع قضية طعن على الوصية واتهمه إنه ما كانش متزن عقليا وقت اكتبته ليها الكل هيصدقني ويأكد على كلامي وياخد حقي بقا كانت فخورة وهي بتحكي وكانها بتتكلم عن إنجاز حقائته مش عن جريمة دبرت لها ونفزتها هي وعشائها ابتسامة النصر ما فرقتش وشها طول ما هي بتحكي خلصت كلامها وبصتلي بتعالي وكانها مستنياني أسقف لها مثلا على خطتها اللي أقل ما يقال عنها إنها مثيرة للشمئزاز بس أنت يادرين مدركة إن وقت كتابت الوصية كان قبل ما تنقله للفيلا وده هيفرق في إيه؟ لا يفرق جامد قوي لأنه على كلام الأستاذ صفوان عبدالوهاب تميم كان في كامل قواه العقلية وقت كتابت الوصية وكان قبل ما تحصل كل الحواديد اللي أنت يقلفتيها دي ودي حاجة سهلة تتسبت في قضية الطعن بتاعت حضرتك مفيش حاجة اسمها كده وبعدين خلاص حكم قضية الطعن هيطلع بعد يومين وكامل زبطلي الورق كله وكل حاجة طب وبالنسبة لنتيجة تحليل الطب الشرعي اللي أظهرت وجود كمية كبيرة من الـ LSD في دمه وده غير إن أنا عارف أنا كمان وهو أنت يا زاكي مش عارف إن عقار الـ LSD ده بيستخدم طبياً في علاج الإدمان والأمراض العقلية سهل جداً أثبت إنه كان بيتعالج حتى أنت مش هتطلع من هنا على رجليك أنا زي ما قتلت مرة هقتل تاني وتالت أنا مفيش حاجة هتمنعني إنه أخد حقي فاهم بس طلقه بسخرية قبلها مامسك موبايلي قفلت الاسبيكر وحطيته على ودني إيه رأيك باشا؟ حبيبي باشا إيه رأيك؟ كفاية كده ولا محتاج حاجة تاني؟ أشوف لو أنت عايز نجرجرها في الكلام أكتر من كده أنا ما عنديش مشكلة تمام يا وهات كوباية العصير من إيديها أول ما أدركت الفخ اللي وقعت فيه كانت بصالة بعيون مصدومة ما كانتش مصدقة اللي بيحصل كنت حاسس إن أنا محتاج أخلد المشهد ده بأي شكل من الأشكال شكلها وهي بتشوف إن كل اللي بانته ده وضبارتله بينهار قدام عينيها وإدركها إنها وقعت في شر أعمالها كان برايسلس ملوش تمن شلت الموبايل من على ودني وبسط لها وأنا بقول لها تحب أسلملك على الباشا ولا مفيش داعي؟ هو شوية هيكون هنا يعني يبسلم عليه بنفسك بقى لسانها كأنه تعقت في بقها ما كانتش عارفة تقول حاجة ولا كانت عارفة أساساً تقول إيه في موقفها ده إنت إنت إزاي؟ يا دكتورة فين السبات اللي كنا فيه من شوية؟ إيه اللي حصل؟ دقايق أعدت وهي على نفس الحال مصدومة مش مستوعبة اللي بيحصل وأنا قدامها قاعد في قمة ساعتي لحد ما الباب خبط أفتح أنا ولا أتفتح أنت؟ قمت بعديها وروحت فتحت الباب دخل الزابط اللي كان على السبيكر الرائد شهاب ومعات نين عساكر شورت لهم على الأوضة اللي دارين فيها واتجهوا ليها ودخل وراهم الدكتور سامير اللي ضحك أول ما شافني يا ابن اللازينة فكرت فيها إزاي دي؟ لا دي محتاجة قاعدة بقى يا دكتور بس أنا كنت عايزة أشكر حضرتك جداً والله أنك سمعت كلامي وعملت تحليل الدم التميم حتى بعد ما أعلنته أن الوفاة طبعية لا شكراً على إيه؟ دي حاجة كانت المفروض تتعامل من غير تفكير له لا بس أن بلاغ أخوه كان بسبب أنه شاكك أنه تم دفعه من على السلم فهم استكفوا بالكشف المبداي على الجثة لا بس حركة زكية أنك خليتني أروح للظابط اللي بيحقق في بلاغ زاهرة ختميم وأكلمك من عنده كمان ما كانش في طريقة تانية أوقع بيها تعبانة زي دي كان لازم تحس بالأمان علشان تتكلم براحتها ويا بصراحة ما طولتش في الكلام اعترفت بكل حاجة بكل سهولة خلصت كلام مع الدكتور سمير وخرجت أنا وهو من البيت بعدما رأيت شهاب طبعا أبض على دارين وسلمت عليه ومشيت وأنا بفكر بقى في وقع الخبر ده على حرية هيبقى عاملة إزاي مش متخيل صدمتها وتبقى عاملة إزاي لما تعرف أنه مش بس صحبتها قتلة لا دي هي اللي قتلت صديق عمرها كمان وزي ما توقعت انهارت حرية لما عرفت الخبر ودخلت في حالة من الحزن دامت لأكتر من أسبوعين ما كانتش بتخرج من البيت ولا بترد على التليفون وأنا سبت لها مساحتها وكنت بتطمن عليها من وقت للتاني كنت متفاهم قد يهي الموضوع صعب لأي حد في موقفها تخيل معايا صاحب عمرك اللي انت فاكر أنك عارفه كويس وعارف طباعه وإيه وحفظها تخيل يبقى بالأنانية والشر ده ويوصل أنه يقتل ويخطط لجريمة قتل بالاحترافية دي صاحب عمرك اللي وصقت فيه وعشرته ستين كتير الظروف توصله أنه يقتل بدم بارد ومن مجرد التخيل بس أنا جسمي أشعر فما بالك اللي مرت بي حد ما في يوم لقيتها بتكلمني وبتطلب مني أن أنا ننزل نتقابل وفيت على طول وانزلنا للكافيه المعتاد بتاعنا بس يا ستي ومن بعد ما سيبتك بعد ما كنا معاها في الكافيه تلعت على المحامي بتاعيلي التميم طبعا لما عارف أن أنا جاي أسأله عن التميم رحب جدا أنه يقعد معايا عرفت منه تميم كتب الوصية إمتى وحالته كانت إزاي لما كان معاه وقال لي طبعا أنه ما فيش الخرافات بتاعته ما كانش متزن عقليا وقت كتبت الوصية والكلام ده كمان عرفت شوية عن علاقتها بكمال اللي كان شغال معاه في المكتب واللي فجأة قدم استقلته علشان يكتشف بعديها أنه هو اللي ماسك قضية الطعن بتاعتها كمان كلام تميم اللي أخته حكيتهولك عن اللي كان بيشوفه قبل ما يتوفى خلاني أتأكد إن شكوكي في محلها لأنه شرح بالضبط تأثير العقار ده على الإنسان بيبعامل إزاي كنت بحاول أقلل من ذكري لإسم دارين قدام حرية وأنا بحكي لها عملت كده مراعاة لحساسية الموقف بالنسبة لها هزت دماغها بتفاهم قبل ما تقول بضحكة خفيفة كده هو ده بقى اللي كنت بتفكر فيه ساعتها وما كنتش عايز تقولهولي ماهو ما كانش ينفع برضو أقولك إن كنت شاكك في صاحب يعني أقصد هي يعني فهماك يا كريم مش لازم تشرح عامة ده يفسر أنا ليه ما كنتش حاسة بحاجة في الفيلا علشان ببساطة ما كانش فيه حاجة أشوفها وأحس بيها سكتت شوية قبل ما تسألني صحيح ما قلت ليش إيه الرسالتين اللي انت بتقول إن هم أنقذوا حياتك أنا فهمت إن واحدة منهم كانت من الدكتور سامير بنتيجة تحليل الدم التانية كانت إيه؟ التانية كانت رسالتك إنتي الرسالتي أنا؟ اللي كنت بطلب منك فيها إنك أطعتها وأنا بقول اللي كنت بتطلبي مني فيها إني مركبش العربية وأكلمك أول ما أشوف الرسالة أنا معرفش كان قصدك إيه بس طلبك ده كان سبب إن يأربط الدنيا ببعض بس أنت لسه محكت ليش إيه اللي خلاك تقوليلي كده بالزبط فممكن تقوليلي؟ أنا يومها جات لي رؤية أول مرة من فترة تجيلي رؤية على شكل حلم كده شفت تميه مواقف في طريق ضلمة حاولت أكلمه أو أتواصل معاه لكنه ما ردش عليها كل اللي عمله هو إنه رفع إيده وشاور على حاجة بعيد لما بصيت لقيته بيشاور على إيه لقيت حادثة في نص الطريق عربية مقلوبة والناس متجمعين حواليها وبيحاول يطلعوا حد منها ولما قربت علشان أشوف مين لقيتك إنت اللي في العربية المقلوبة ساعتها قمت مفزوعة وبعتلك على طول مش بقولك أنت أنقصتي حياتي لولا الرسالة بتاعتك ورسالة دكتور سمير كنت شربت العصير باللي كان محطوط فيه والله أعلم بقى أنا كان هيحصل لي إيه ربنا سطرها معاك الحمد لله كان نفسي تميم يدرك برضو إن كان فيه حاجة بتتدبر له قبل ما يحصل اللي حصل الله يرحمه الله يرحمه بصت حرية ورايا الحاجة شدت انتباهها فجأة وفضلت مركزة شوية قبل ما تبتسم والدموع تتجمع فعنيها فلفيت رأسي بسرعة أشوف يا بتبص على إيه لكن ما لقيتش حاجة فسألتها بتبصي على إيه لها مفيش افتكرت حاجة كده وبهنا تكون انتهت قصة جديدة من قسم الأدلة الجنائية باشكر رولة أمين جدا جدا على كتابتها ويبقى الله الحمد لله على السلامة وما تبقيش تغيبي تاني وده نظرا لأن الناس كتير جدا بتطلب قسم الأدلة الجنائية بالإسم فبس تمنى تكون القصة عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين تفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم كل جديد تنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك تعملوا فولو على الانستجرام وفيسبوك وتويتر وبس كده شوفكم الحلقة اللي جاية وتصبح على خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر